بيانات إدانة واستنكار للحملة الإعلامية التي تقوم بها أدوات السعودية والإمارات لاستهداف الهامات الوطنية التي كان لها الحضور الأسمع في معركة النضال السلمي ضد المحتل في المهرة والمحافظات الجنوبية مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي ومكونات جنوبية أخرى دانت في بيان لها استهداف القيادات المناوئة للوجود الأجنبي في المهرة وكدة وقوفها جنبا إلى جنب مع خياراتهم الرافضة لانتهاك السيادة وتمزيق النسيج الاجتماعي وسياسة الإذلال والتجويع التي ينتهجها التحالف بحق اليمنيين تضامن واسع أبداه المجلس الأعلى للحراك الثوري مع قيادات مجلس الإنقاذ ممثلة بالشيخ علي سالم الحريزي واللواء الشيخ أحمد قحطان محذرا من أي محاولة للمساس بهما من أي طرف داخلي أو خارجي قيادات مجلس الإنقاذ في المهرة وسقطرة بدورها استنكرت ما وصفتها بالحملة الشعواء ضد قيادات الاعتصام وأكدت على الوقوف صفا واحدا للنضال والدفاع عن الوطن حتى التحرر ونيل السيادة الكاملة لطالما ظلت المواقف الصلبة لقيادة المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرة هاجسا لدى حملة الأقلام المأجورة التي راحت تروج الأكاذيب وتخلق الشائعات لكبح حالة الإجماع الشعبي بضرورة طرد المحتل وإبقاء أطماعه قيد النضال في البلاد وبقدر ما تحمله تلك المزاعم من محاولة لحرف بوصلة النضال عن مسارها الصحيح إلا أن حالة الرغض التي تزامنت معها جاءت لتؤكد المكانة العظيمة لقيادات لجنة الاعتصام ورمزيتها الوطنية التي عجزت الأقلام المأجورة عن محوها أو تجاوزها نحن بالحقيقة النضال السلمي لجنة الاعتصام حققت مكاسب سياسية ومكاسب استراتيجية وكما انتصرت المهرة في السابق وقدمت أنموذجا مشرفا لمواجهة المشاريع المشبوهة وأجندات المحتلة لن يعجزها اليوم إخراس أفواه التحريض وشائعات التخوين التي تستهدف قياداتها بين الحين والآخر ترجمة نانسي قنقر